المنافذ الحدودية المنافذ الحدودية المنافذ الحدودية تعود الى خزينة البلاد تتوزع عمليات السرقة والغش والاستخفال هذه على جوانب عدة اهمها عدم مطابقة حجم البضائع القادمة باختلاف انواعها الاستهلاكية مع شهادة المنشأة واغلب البضائع تدخل بشهادة منشأ مزورة وغير مطابقة للمواصفات تمرير بضائع غير قانونية او تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم او تخفيضها والتلاعب بالكميات والنوعيات الرديئة التي تدخل البلاد وهناك بضائع تدخل تحت مسمى صناعة امريكية او اوروبية لكنها في الحقيقة بضائع صينية تعطيل الموازين الخاصة بوزن الحمولات في المنافذ الحدودية للتلاعب بالكميات وتغيير نوع وشكل البضاعة بالاوراق الرسمية تستغل وجهات مسلحة متنفذة منافذها غير الشرعية التي ربما تصل الى عشرين منفذا تدخل عبرها السلع والبضائع والادوية الفاسدة وحتى المواد المحرمة كالمخدرات الى العراق تتم عمليات الفساد الرهيبة تلك بعناية فائقة خصوصا بعد ان تفقد الحكومة سيطرتها رسميا على ستة منافذ حدودية بشكل يومي منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي ولك ان تتخيل ماذا يحدث خلال تلك الساعات اثنى عشر مليار دولار او اكثر او اقل لا احد يتمكن حتى من جرد دقيق لخسارة الحكومة جراء الفساد بالمنافذ تقول الحكومة انه من اولوياتها هم يقولون ولمافيات الفساد ربما قولها وفعلها فمن سينتصر